نبدأ بالخبر العاجل الذي أوردناه قبل قليل فقد أفادت مرسلة العربية في القاهرة أن المحكمة الإدارية العليا قررت حل الحزب الوطني الحاكم وتصفية أمواله على أن تأولى مقاره في جميع إنحاء الجمهورية للدولة الرئيس حسن مبارك اليوم المؤتمر السنوات وللمزيد من التفاصيل حول هذا القرار وهذا الحكم معنا من القاهرة مراسل العربية أحمد عثمان أحمد أهلا بك المزيد من التفاصيل حول قرار المحكمة الإدارية في مصر نعم محمد القرار جاء بعد تقرير لهيئة المفوضين أن من أسباب هذا الحل أن الحزب الوطني خرج عن المبادئ والقيمة التي كان قد اتخذها أو أنشئ على أساسها مما أصاب البلاد بخلل اجتماعي وفساد سياسي وإهدار للحقوق والحريات وأيضا التقرير أشار إلى أن الحزب الوطني حرص على الإمساك بمقاليد السلطة والحكم والهيمنة عليه والتخلص من المعارضيه وتقييد الحريات العامة هذا هو نص القرار في المحكمة كانت هناك مشدات بين أنصار الإدارة الجديدة أو الرئيس الجديد للحزب والذي كان قد أعلنه الحزب منذ أيام قليلة وهو طلعت السادات الذي كان قد تعهد بأن طالب بعدم حل الحزب وأن الحزب أعطل الحزب فرصة بأنه يكون هناك الآن عملية تطهير سياسي داخل الحزب وليس بأن الحزب كان في الفترة السابقة أو في مرحلة ما قبل الثورة يتعرض لعملية فساد فأن هذا لا يجوز حل حزب تاريخي بأكمله خصوصا هو يعتبر أن هذا الحزب هو الحزب الذي أنشأه عمه الراحل الرئيس السادات كان هناك المشدات من الطرف الآخر كانت بين الفريق الذي كان ينادي بالحزب النائب السابق والصحفي مصطفى بكري وأيضا بعض رؤساء الأحزاب وبعض شباب ائتلاف ثورة 25 يناير كانوا ينادون وكانوا يهتفون بأن الحزب باطل باطل وفي النهاية ظهر القرار سيكون لهذا القرار ردات فعل لأعتقد في المرحلة المقبلة طيب أحمد إضافة إلى ردات الفعل المتوقعة هل هذا الحكم نهائي أم أنه يمكن استنافه لدى المحاكم المصرية يمكن هذا حكم أولي يمكن استنافه حتى الآن هذه هي المعلومات أن هذا حكم أولي هذا ما أعتقد أن هناك سيكون مؤتمر صحفي لرئيس الحزب المنحلة النائب السابق طلعت السادات أعتقد سيرد عليها على الحيثيات القانونية بالنسبة إلى هذا الحزب الصورة حتى الآن تبدو غامضة ولكن أعتقد أن هناك عناصر سابقة التي كانت تسيطر على الحزب خلال الأسابيع الماضية مثل طلعت السادات مثل محمد رجب مثل نبيل لوقا بيباوي هم حريصون أن تقول الممتلكات وأن يتم التصفية بشكل نهائي للحزب وتعود إلى ممتلكات الدولة ولكن هذا القرار مرحب به حتى الآن من المعارضة السياسية التي كانت طرف الحزب الوطني أنه كان هو السبب الرئيسي لعملية الفساد السياسي التي كانت تشهدها مصر في مرحلة مقابل 25 يناير طيب أحمد لنتحدث عن تركة الحزب الوطني الحاكم في مصر القرار أمر أيضا بتصفية أموال الحزب وأن تأولى مقراته وأمواله إلى الدولة المصرية حدثنا أكثر عن الممتلكات وهذه التركة التي تقول للحزب الوطني الحاكم في مصر سابقا نعم محمد لا أحد يستطيع أن يعطي أرقاما دقيقة فالحزب كان يتدخل بشكل كبير هو لديه عدد كبير جدا من المقار في القاهرة في المدن الكبيرة في المدن الصغيرة حتى في القرى يعني مئات المقار أيضا بالنسبة كان يمتلك سيولة مالية لأنه كان هناك تدخل كبير في الفترة السابقة ما بين الحزب وما بين رجال الأعمال وما بين تبرعات وما بين ميزانية الدولة يعني كانت هناك دائما حتى حينما كنا نحضر اجتماعات الحزب نستمع إلى كلمات اللجنة الموازنة التي كان يرأسها الدكتور زكريا عزمي رئيس الديوان السابق كان هناك دائما حديث بالملايين حول حجم التبرعات وحجم الميزانيات فهي بالفعل يعني مصاريف كبيرة وليست واضحة حتى الآن لا أحد يستطيع أن يحسن بشكل كبير هذه الأرقام تحديدا أحمد عثمان كنت معنا من القاهرة شكرا جزيلا لك